دلوقتي مشاهدين هنروح معاكم لموجز لأهم الأنباء موجز الثامنة مع الزميل لرجاء رمزي شكرا شكرا جزيلا دينا مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز جديد لأهم وآخر الأنباء يتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أجرى وزير الخارجية والهجر بدر عبد العاطي تصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني تبدل الوزيران الرؤى حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لأطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية كذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة أعلنت حركة حماس أنها تدرس مقترحات جديدة من الوسطى لإنهاء الحرب في قطاع غزة وأوضح سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع وأضف أبو زهري أن الحركة أكدت أنها منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوقف طاق النار بشكل نهائي كذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع طلب منذوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامى عبدالخالق بإقرار المجلس هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخلال جلسة للمجلس حول الأوضاع بالشرق الأوسط أكد عبدالخالق أن مصر ستستمر في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة مشددا على أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها إلا بضعف المؤسسات الدولية وأكد منذوب مصر على ضرورة تبني المجلس قرار أن وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أكد أن غزة تشهد تصعيدا نأساويا مروعة وقال وينسلاند خلال جلسة مجلس الأمن أن المنطقة تواجه خطر المزيد من التصعيد دعيا إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات لهم وبصورة عاجلة تبذل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود وعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود الاحتلال ببلدة الخيام ومنطقة تلنحاس عند أطراف بلدة كفركلة جنوبي لبنان من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتلة 2787 لبنانية وإصابة 12772 مصابا وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلية حذر هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حذر إيران من مغبة الإقدام على أي رد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل بالقرب من طهران مؤخرة وقال هاليفي أنه سيتم الوصول إلى إيران بقدرات لم يتم استخدامها من قبل في حال تمت مهاجمة إسرائيل من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أن هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي وأن واشنطن عليها الاستعداد لجميع حالة الطوارئ تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تعهد بدعم القطاع الصناعي عبر فرض تعريفات جمهوركية على الواردات من جانبها حذرت كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حذرت من تولي ترامب مقاليد الأمور في البيت الأبيض في كلمة لها أمام تجمع انتخابي خارج البيت الأبيض قالت هاريس أن ترامب دمرت ديمقراطية الأمريكية وحرض على هجوم الكابيتال رحل عن عالمنا الفنان المصطفى فهمي عن عمر نهز لاثنين وثمانين عاما يذكر أن من أواخر أعمال مصطفى فهمي فيلمي أهل الكهف والسرب لذين عرض في دور العرض السينمائي المختلفة خلال الفترة الماضية كما قدم خلال مسيرته الفنية الكثيرة من الأعمال السينمائية والدرامية رحم الله الفنان وأسكنه فسيح جناته مشاهدينا انتهى موجزة الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى